من البدع تخصيص يوم العيد بزيارة المقابر مع أن كثير من الناس يفعلونها لكن ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام راح يزور أمواته يوم العيد زوروا القبور هذا عموما والنساء أصلا لا يذهبن إلى المقابر فالمشكلة يوم العيد تحدث بدعة مركبة أو بدعة ومنكر ما هو؟ يذهبون جميعا إلى المقبرة يوم العيد ويذهب النساء متبرجات فتصير تجمع بين ذهاب المرأة متبرجة وذهب إلى المقبرة وخص العيد بالذهب إلى المقبرة هذه بدعة مركبة من منكراني وبدعة في شيء واحد وبعضهم يصطحب مأكولات كان يحبها الميت وبدعة ما أنزل الله بها من سلطان ترجمة نانسي قنقر